ما بتسني هيعمل إيه؟ انت عارف المفروض يعمل إيه؟ ما قال لي أنا هنستنى لما يعترف علي إيه ده؟ خمار إنت أول إيه؟ اتصرف أنا عاستنى منك أكبار قد تشفر فلق إيه؟ في إيه؟ أنت حرون الدعابي؟ أنا حرون ما يا عمر بالأبدا عليك؟ قال لي أنا ليه؟ شو يا أبوي؟ ما تخافش يا أولي ما تخافش روح أشوف عايزين مني إيه؟ رجع لك طوالي تخافش طوالي في إيه؟ هناك هتعرف كل حاجة ينجي يا وحيد تقدل الله ينور أولاد العطار أنا كده اتطمنت عليكم أنا بتهالي إحنا لو رجعنا للتجارة تاني هنقعد الوغش دول في بيضا لا أسأل على النبي في قلبك دي بار تلي نرجع لها إحنا قفلنا كلام في الموضوع خلاص يا إحيان أنا شايف إن إحنا محتاجين عملية أو إتنين نقوم بهم و الدنيا إحنا اتفقنا قبل العملية ومش هنرجع في كلامنا خلاص ماشا يا إحيان بس زي ما تقول كده إحنا فرحانين بالله إحنا عملناه هيا يا عز مش فرحان ولا إيه ممكن نعرف إحنا أنت غير في اتفاقية معي ليه إيه اللي دخل مجل قربوطلي في اللعبة دي فيه إيه يا ابن مالك إيه اللي حصل مش عارف أعمل لي كمان متفاجأ لما قولك إنها تقبض عليك هيا يا عز ايه صعبان عليك أبو والله يواضح إن انتوا لو صعبان عليك وتشوفوني فرحان انتوا إيه ما خدرتش على بالكم إن أنا هتجاوز بانتهى أنا بصراحة ما كنتش نقوله الطفل موضوع بس إيه اللي تمعت ولعبت لصالح نوع يبقى تستحمل اللي إجراله طب أخوك ما قولوش خطر عندك إيه الصغل عندي مفقوش خواطر صح طب أقولوكو إيه بقى الموضوع ده لما تحلش أنت ولا أخوتي ولا عاوز أعرفكم وديها نحلها لك إزاي يعني إيه ما قالك إنها لعبت بدلة إيه ده بقى لعبت بدلة ها أقولك إيه العقدة دي عندكو تحلوها زي ما تحلوها أعوزين تشايلوها لحد شايلوها له المهم السيطة دي تطلع سليمة يلا علايا وعلايا أعدائي ومتلا الموضوع سهل إخواتك مش بعيد عننا هعلي صوتي وفتحتنا تواب جلاجل وأنا أعتبر إن اللي إنت قلته ده مش تهديد عشان لو اعتبرته تهديدة هتزعل هزعل ما كانش لها لزوم النمر اللي إحنا عملناها دي بقولك إيه كل حاجة وليها حدود وأنا اللي شال مسؤولية العيلة دي وأنا برضو أقول إيه اللي إيفع وإيه اللي ماينفعش ومن هنا ورايح الكلام رايح بس مش رايح جاي ماشي يا حيو أجي حضري حالك يعيش عشان هننزل على مصر تفضل إنت يا فارس أتفضل أجعض ولا أتفضل أمشي لساكي جلبك محروج على ود الحرام دي نوية تحبس نفسك تاني لأخر العمر توكّل على الله إنت يا فارس ما لكش صالح بي لا يا عيش ما أنا مش حسيبك تنهيش في روحك لحد ما تموتي إيه فهم يا متى الحلال ده لا من توبنا ولا من أصلنا بس حبني ما هي دي كدب اللي رابط فيها راسك لا يا فارس أنا شفتها في عينيه شفت حنيته شفت قلبه الغامج اللي بيجي أبيض على يدي بس كل حاجة تهدد بس دا كان حجم كل الناس بتاخد حجوجها إلا أنا يا فارس دايما بتتاخد مني جصاب عيني على يدكم مش على يد حد غريب بس أنا مش بلوم عليكم أنا بلوم على نفسي على حظي الخائب ونصيبي اللي ما بيفوتش إلا في العتمة المهم الواحد يلحج اللي فاته مش مهم نفهم نتأخر المهم لما نفهم نحرف عني عمل إيه كده عز تيجي منك انت وانا اللي بقى منك علي وعلى بنتي أنا والله ملايه زنب في الحصل أنا بجدر اتخريقت مع يحي بس هو عرف اني نوح بيخطط لحاجة وانيتي متأمرة معاه عشان كده عمل اللي عمله يعني انت كنت عارف يا عز اني مامي في خطر وكنت ساكت يا ياري مش مضطر برر أنا مليش دعو بالموضوع خالص يحي يا مبيق منش لحد بس ان شاء الله هنطلع من الموضوع ده هنلاقي حل أحسن لك يكون كويس انحنا نخرج من الموضوع وإلا والله العظيم أنا حيحكي كل اللي عرفه من أول يحية لحل دلوقتي وانا زنب ايه عرفك هيا مش غلطتي لا غلطتك ولا غلطتي القضية دي برأيتها مؤمن خلاص احنا نقفق قدام النيابة وكل واحد يقول اللي عنده هيا متر للأسف يا مدام ماجي حتباتي النهاردة في الاسم بكرة الصبح ان شاء الله تطاردع النيابة اطمئنني أنا مساكت لا متر بتخفيش ايه الأكل الحلو ده تسلم يدك يا ست الحلوين كلهم انت لسه ندقته كفاية من انت اللي عملا بيدك أكيد هبقى حلو على فكرة كريمة هيزعل قوي ان احنا كلنا من غيره ده بيحب الخضار السوتيع ولا هيزعل ولا حاجة ده واد ندل ليه؟ جيت حفظه وابوسه رح سيبني وجريه قال لمراتك عندك من رايح هالعب لا لا بسيط عرفي يلو قد بيفهم عنده حق أصلي ممتوح شاني قوي وقال ايه ما بترداش تخلينا أكلها ببقاها قلب تكسف قيلة انت كمان وحشني قوي يا طاري وحشني كلامنا وهزرنا وخرجاتنا وكل حاجة بينا عارفة انا احساسي بيك زي اول مرة شفتك فيها كان قلبها يوقف من برحة انا كمان ايه كان قلبك قوي في مفرحة برضو لا انا كمان فاكرك اول مرة شفتك فيها خالص لما كنت الاستجاهلي بالبدلة الميري كده وانت ثابت صدارك لا 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 عوض بالله ده كان شكل وحش قوي ودنيك هتعمل لكده عوض بالله ياه ده الحمد لله شكل اتعدل شوية لا 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 كنت زي الامر زي دلوقتي بالزبط كانت أحلى أيام نه طبعا كانت أيام حلوة كان وقتك كله لي كنت كل يوم بتخرجني وعلى طول قاعد معاي مش زي دلوقتي على طول سايبني خلاص خلاص من تزعلش انا مش هسيلك خلاص افضل جنبك افضل حيبك لأخير ونفو عمري شنأكل بقى الاكل الحلو ده وليه أفضل جزي لنقران أفضل intersect ما انت زى حلوة اهوي كده ؟ ده كتير عليه قوي ومروان وبعدين مش متعودة منك على كل ده أنا عايزة التعود وربنا هيقدرني وقدر أهودك عن كله أنا عملت فيك قبل كده معرفي يا مروان لو حازت صدق واحدة معي بس عتعودني عن كل اللي فت طيب ممكن تبصي في الدور باللورة كده ايه ده؟ دي تلاجة اللي خنفسك فيها نفتحي أبروك عليك عربة جديدة تكلم بجد يا مرون بجد لا ما كنتيش انترك بي أحسن حاجة في العالم من اللي يستهر بس أنا مش بعرف أسوق هعلمك ممكن أكسرها عادي مهزر مهزر هخلي بني تستهد إيها تلاقي الغب بالله خلاص 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 مالله اهههههههههههههة و بجد لي محمود ممكن يكون متوردة في اللي حصل؟ لا مش ممكن ده أكيد وعدين محمود شغال في تجارة السلاح ويعرف كل تجار السلاح وكوان كان بيستغل المحل لشغله Ally嘛 zake ring عمدل على السلامة يا محمود تعرفتكم يا ده ازاي يوسف انت نفس انها كنت ظابط ولا ايه المشكلة بقى ان محمود مسح تسجيلات اخر ثلاثة ايام من على كاميرات المرابعة بتاعت المحل معنى كده انه بيأمل نفسه اول باول ايه ده ايه اللي انت عامله في نفسك ده انا طالع اخد حاجة ونازل على طول يا محمود نازل فيه انت على هنا فهمني يا ماما هواتي صوتي كنتم تعملشها وشارع لا مش هواتي صوتي ايه في ايه انا عايز ارسحك يبقى كلامهم صح يا محمود قدرت بالراجل قدرت بالراجل يا محمود اللي فتح لك بيته اللي فتح لك بيته قريباً كده محمود امشي امشي يلا ما تجيش هنا تالي انت فاهم حسب يلا ونعمل وكيل فيك روح منك لله يا شيخ انا فيني يا عوضي ايه استاجل على ايه وبعدين مزعنا الحاجة ليه نازل ايه دك اجدع انت بدل مزعنا ابو يات حمز بسببك يا محمود انا معارضش حاجة على السلاح يا شمس معارضش عنه حاجة مهارون برضو متعرفش عنه حاجة بلنغي البوليس يا شمس بابا هو انت ليم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة